اشتركوا في القناة الماضية عن حركة تحرير المرأة واليوم بإذن الله سنتكلم عن الليبرالية وكما تعودنا سنتكلم تحت العناصر التالية سنعرف بالليبرالية ثم تأسيس الليبرالية وأطوار ومراحل الليبرالية ثم أبرز الشخصيات الليبرالية وسنتكلم عن الأفكار والمعتقدات ثم الانتشار نبدأ بالتعريف بمنتهى السهولة والبساطة الليبرالية هي مذهب ينادي بالحرية الكاملة ينادي بالحرية الكاملة في ميادين الحياة المختلفة في جميع ميادين الحياة ينادي بالحرية الكاملة في جميع ميادين الحياة ويشترطون أن لا يقيد هذه الحياة أحكام الدين وهي كلمة مشتقة من لبرالزم وهي كلمة لاتينية معناها التحررية بمعنى أن الفرد له الحرية المطلقة في أن يقوم بأي نشاط ويتحرر من جميع الضوابط يعني عموما طبعا والدينية على وجه الخصوص يعني يريد أن يتحرر الفرد من كل هذه القيود وجميع هذه الضوابط وتخصيصا الأمور الدينية مثل حرية الاعتقاد ومعنى حرية الاعتقاد يعني حرية الإلحاد يلحت يصبح لا ديني هو حر في هذا وحرية السلوك ينادون بحرية السلوك إيش معنى حرية السلوك؟ يعني حرية الدعارة، حرية الفجور، حرية الأخلاق، حرية الرأي والتعبير الغير منضبط بضوابط الشريعة سواء هذه الشريعة كانت إسلامية أو يهودية أو نصرانية أو أي ملة من الملل أو أي دين من الأديان طبعا هذه المدرسة أو هذا المذهب أو هذا الفكر له مسميات ومصطلحات مختلفة منهم من يتسمى بالليبرالية أو بالعصرانية من المصطلحات المرادفة للليبرالية العصرانية، العقلانية، التنويرية، دعاة التنوير أو التجديدية أصحاب الفكر التجديدي أو الفكر التحديثي فهناك مصطلحات كثيرة مرادفة للليبرالية كالعصرانية أو العقلانية أو التنويرية أو التجديدية أو الفكر التجديدي أو التحديثية أو الفكر التحديثي هذا بالنسبة للتعريف أما التأسيس، تأسيس الليبرالية فالليبرالية ظهرت كرد فعل للأوضاع الدينية والاجتماعية في أوروبا في القرن السابع عشر الميلادي التي تسعى إلى التحرر في ذلك الوقت من تسلط الكنيسة والنظام الاقتصادي السياسي لأنه كان هناك الإقطاعيون وهم طبقة النبلاء وطبقة الحكام والمسؤولين وكان هناك طبقة القساوس رجال الدين فكان هناك فساد شديد فساد في الكنيسة وفساد في السياسة رجال السياسة كانوا فاسدين وكذلك رجال الدين من القساوي سكانوا فاسدين فأراد أصحاب هذه الفكرة التحرر من تسلط الكنيسة وتسلط النظام الاقتصادي والسياسي الذي كان مستبد في ذلك الوقت من قبل الدولة حيث مارست الكنيسة والدولة وهم الأمراء والنبلاء في ذلك الوقت الإقطاعيون مارسوا أنواع من الظلم ضد عموم الناس الطبقة الكادحة والذين كانوا يعرفون بالفلاحين فولد ذلك ردة فعل معاكسة وقوية تدعو إلى الحرية والتخلص من الطغيان ثم بعد ذلك أصبح لهذه الفكرة هذه فكرة الليبرالية أصبح لها أسس فكرية وقواعد عامة تشكلت عبر قرون عديدة وكنا قد تكلمنا وفصلنا في حلقة العلمانية شيئا من هذا الكلام وبعض الإخوان عنده سؤال هل الليبرالية هي العلمانية والعلمانية هي الليبرالية نقول إن الليبرالية هي العلمانية والعلمانية هي الليبرالية ولكن اللبرالية تسحب على الفرد يعني هو التحرر الفردي الشخصي للإنسان في حياته يتحرر أما العلمانية فهي فصل الدين عن شؤون الحياة وعن السياسة لكنه بنظام دولة ويكون له قوانين وتكون له سلطة منهم من يرى هذا التفصيل ومن المتخصصين من يقول أن اللبرالية هي وجه آخر للعلمانية ننتقل الآن إلى أطوار اللبرالية يمكن أن نشير إلى طورين مهمين للليبرالية الطور الأول وهو ما يعرف بالليبرالية الكلاسيكية والطور الثاني أو القسم الثاني أو النوع الثاني ممكن نقول هي اللبرالية المعاصرة إذن عندنا اللبرالية كلاسيكية وعندنا اللبرالية معاصرة اللبرالية الكلاسيكية هي اللبرالية القديمة اللبرالية القديمة التي أجسست على أصولها اللبرالية يعني نشأة اللبرالية كانت نشأة اللبرالية كلاسيكية أي قديمة حيث يعتقد أصحاب هذا النوع أن الدولة لا يحق لها أن تتدخل في الحريات الفردية بل الواجب على الدولة حماية هذه الحريات ليحقق الفرد الحرية الخاصة به بالطريقة التي يريدها هو نفسه ويوجب على الدولة صيانة هذه الحرية إذن هذه الليبرالية الكلاسيكية الذين يعتقدون أن الدولة لا دخل لها في الحريات الفردية هذه الليبرالية الكلاسيكية القديمة أما الليبرالية المعاصرة المرحلة الثانية أو النوع الثاني أو الطور الثاني وهي الليبرالية المعاصرة والتي يعني يجيز فيها أقطابها ومفكروها أن تتدخل الدولة في تنظيم الحريات يعني من حق الدولة أن تتدخل في تنظيم الحريات وأن تزيل أي عقبة تكون سبب في منع الفرد بأن يتمتع بحريته إذن الليبرالية القديمة الكلاسيكية يقولون أن الدولة لا يجوز لها أن تتدخل في الحرية الفردية للشخص أما الليبرالية المعاصرة فيقول أقطابها ورؤساؤها لا بد للدولة أن تتدخل في سن القوانين التي تسهل الحرية الفردية للأشخاص إذن هناك الليبرالية كلاسيكية وهي القديمة وهي التي أسست على أصولها الأصل وفكرة الليبرالية وهناك الليبرالية المعاصرة التي تجيز أن تتحكم الدولة ببعض الأنظمة والقوانين لتسهل الحرية الفردية للفكر الليبرالي ولأتباع الليبرالية في الدولة التي تحكمها أما أبرز الشخصيات الليبرالية طبعا ساهم عدد كبير من المفكرين في صياغة وتأصيل وتأسيس هذا الفكر من أبرز هؤلاء يأتي جون لوك يأتي جون لوك وهذا كان في عام أظن أولد 1632 للميلاد وتوفي عام 1704 للميلاد ثم جاء بعده آدم سميث ثم جيرمي بنثام وجاء بعده من المؤصلين لهذا الفكر رجل اسمه جون ستيورت ميل جون ستيورت ميل ولا ننسى كذلك فولتير وجان جاك روسو هؤلاء أشهر الذين نظروا وأصلوا ونشروا هذا الفكر الليبرالي في العالم ننتقل الآن أحبة في الله إلى الأفكار والمعتقدات وموقف الليبراليين من هذه الأفكار والمعتقدات نبدأ بموقفهم من الدين فالليبراليين يعبرون بطرف خفي أحيانا وبصراحة وبضوح تارات أخرى عن اعتقادهم بأن الدين هو من أسباب التخلف والرجعية والانحطاط ويعتقدون أن السبيل للتقدم والحضارة هو باتباع النهج الغربي الأوروبي كما ينادون بفصل الدين عن الحياة ولهذا رد الله عز وجل هذه المقولة الظالمة بقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك ومرت وأنا أول المسلمين إذن الصلاة والنسك والمحيا والممات شؤون الحياة كاملة وشؤون الممات كامل وجميع العبادات كلها لله سبحانه وتعالى يحكم بها هذا الدين وهذا الشرع هذا بالنسبة لموقفهم من الدين أما موقفهم من قضايا التوحيد والإيمان فهو موقف في غاية القبح والشناعة حيث تجد في أقوالهم وفي كتاباتهم وفي أطروحاتهم التهوين والتقليل من شأن قضايا التوحيد بل وصل الأمر من بعض اللبراليين إلى درجة الاستخفاف والسخرية بهذا الأصل العظيم وهو التوحيد الذي قامت من أجله السماوات والأرض والذي قال الله تعالى فيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ما من رسول يبعثه الله سبحانه وتعالى إلى أمته إلا وينادي بالتوحيد وبالإيمان ولذلك تجد اللبراليون يستهزئون ويهولون من هذا الأصل العظيم وهو توحيد الله عز وجل ويقول سبحانه وتعالى وهو يخاطب حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إذن الأصل العظيم وهو التوحيد والإيمان هو مسار سخرية عند اللبراليين وعند هؤلاء الملاحدة أما موقف اللبراليين من التراث والتاريخ الإسلامي فالذي يتأمل مقالات وأطروحات اللبراليين ويتفحص ويتمع عن أقوالهم يظهر له بوضوح وجلاء عدة أمور الأمر الأول وصفهم للتراث الإسلامي بالرجعية والتخلف والتحجر والجمود على الماضي أما الأمر الثاني فوصفهم للتراث الإسلامي بالتشدد والعنف والإقصاء واللا إنسانية ولهذا نشط اللبراليون في تشويه التاريخ الإسلامي وشنوا عليه حملات التزوير والتخريب عليه ولم تقف هذه الحملات الضارية الشريسة على عصر دون عصر بل امتدى هذا التشويه وهذه الحروب لتشمل كافة العصور الإسلامية والتي كان من ضمنها الكثير والعديد من الصفحات المشرقة في تاريخنا الإسلامي العظيم أما نظرتهم للمرأة فيرى اللبراليون المساواة الكاملة المطلقة بين المرأة وبين الرجل في جميع الحقوق والواجبات والإرث والشهادات والدعوة إلى تقليد المرأة المسلمة للمرأة الغربية في السلوك وفي العادات وفي الأزياء طبعا الأزياء التي نحن لا نحارب الأزياء والأشياء التي تتميز بها المرأة لكن أقصد الأزياء التي تدعو إلى السفور وإلى التبرج وإلى منع الحجاب بين النساء وبين الرجال أما موقفهم من الغرب فيرى اللبراليون أن الغرب هو أساس كل تقدم فهم مفتونين غاية الافتتان بالقيم الغربية والحرية حسب المفهوم الغربي حيث يضعون الغرب مقياسا للحضارة والتقدم ولا يلتفتون لعيوب الغرب وممارساته الاستبدادية الظالمة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وهو يرد على حال هؤلاء الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا سبحانه وتعالى طبعا اللبرالية تقوم على ثلاثة أسس فكرية هناك ثلاثة أسس أو ثلاثة قواعد فكرية لا يمكن اعتبار أي فرد لبراليا حتى يقر ويعترف بها وهذه الأسس والقواعد هي الأولى الحرية الثانية ما يعرف عندهم بالفردية والثالثة العقلانية فالحرية تعني أن الفرد حر في أفعاله دون أي تدخل من الدولة أو غيرها للتحكم في هذا الفرد اللبرالي فوظيفة الدولة كما يقولون هي حماية هذه الحرية الفردية وتوسيعها وسن القوانين لتأكيدها وتثبيتها هذا الأساس الأول الأساس الثاني ما يعرف عندهم بالفردية وتعني بذلك استقلالية الفرد والاعتماد على نفسه لا يعتمد على أحد إلا على نفسه والأصل أو الأساس الثالث هو العقلانية ويعنون بذلك الاستقلال العقلي أو استقلال العقل في إدراك المصالح الإنسانية من دون الحاجة إلى الدين فهم لا يعترفون بالدين أصلا ولا يؤمنون به ويؤمنون فقط بالعقل والعقل هو الذي يحدد لهم المصلحة وليس الدين أما الانتشار فتنتشر اللبرالية حيث ينتشر النظام العلماني إن وجدت علمانية فيوجد في أفراد هذا النظام العلماني الفكر اللبرالي في أفراده فأقول تنتشر اللبرالية حيث ينتشر النظام العلماني وحيث توجد الأنظمة العلمانية فكل نظام علماني ينتشر في الكثير من أتباعه الفكر اللبرالي هذا ما تيسر في هذه الحلقة أحبتي في الله